هذا وشارك الفريق الملكي للقدرة في حفل افتتاح بطولة العالم لسباق القدرة التي ستنطلق السبت لمسافة 160 كم وذلك في مونبازر بفرنسا وحرص أعضاء الفريق الملكي للقدرة للظهور بالزي العربي في حفل الافتتاح حاملين علم المملكة مرفوفا على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة ومشاركة فرسان الفريق وأكد الدكتور خالد أحمد حسن أن تواجد الفريق الملكي في بطولة العالم يؤكد مكانة القدرة البحرينية في المحافل العالمية والحضور المستمر للفريق في أقوى وأعرق البطولات وهو مثورة ودعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة وستكون المشاركة البحرينية في بطولة العالم للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وأربعة فرسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر